اتا ساعة صباحا السبعة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري يأتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيتي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وذلك في اطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي وجه بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال انتاج الطاقة النظيفة تتواصل فعالياته مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ اليوم الاثنين وتتضمن فعاليات اليوم عقد جلسات يوم النوع الاجتماعي والذي يهدف الى زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والاجراءات التي تروع الفوارق بين الجنسين كما يصلت الضوء على دور المرأة في التكيف مع تغير المناخ اكد الرئيس الامريكي جو بايدن انه سيسعى الى تحديد خطوط حمراء في العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين وذلك خلال اللقاء الذي يجمعه اليوم مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في اندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين واوضح مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفان ان المباحثات ستشمل تأكيد بايدن على ضرورة التعاون بين واشنطن وبكين في عدد من المجالات قال وزير المالي الفرنسي بغونو لوماغ ان اوروبا وفرنسا تدفعان ثمنا باهظا لتصرفات روسيا في اوكرانيا من خلال ارتفاع اسعار الطاقة والتضخم مشيرا الى ان الاولوية الاقتصادية لفرنسا هي خفض التضخم وخلال اجتماع مع وزيرة الخزانة الامريكية على هامش قمة مجموعة العشرين باندونيسيا اكد وزير المالي الفرنسي اهمية التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة للتخلص من التضخم وخفض اسعار الطاقة قال الرئيس الاوكراني فلادمر زلينيسك ان القتال في منطقة دونتسك الشرق البلاد ما زال محتدما كما كان في الايام الاخيرة واضاف زلينيسك في خطابه المسائي عبر الفيديو ان مستوى الهجمات الروسية لم يتراجع مثنيا على الشجاعة التي تتحلى بها قوات بلاده في مقاومة الهجمات الروسية نفت وزارة الدفاع الروسية ماتت دولته سلطات كيفا حول الاستئناف الوشيك لتجنيد المواطنين الروس كجزء من التعبئة الجزئية واكدت وزارة الدفاع الروسية ان التعبئة الجزئية قد انتهت ولا يتم التخطيط لعملية تعبئة اضافية اكد وزارة الدفاع البريطانية بن والاس انه على الرغم من انسحاب روسيا من خرسون فان موسكو لا تزال بعيدة عن الاستسلام وقال وزارة الدفاع البريطاني ان العمليات العسكرية تتطور حاليا لصالح اوكرانيا مشددا في الوقت نفسي على انه لا يمكن اعتبار انسحاب موسكو من خرسون نهاية الحرب محذرا من الاستخفاف بروسيا اظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في سلفنيا فوز المحامية نتاشا بيرتس بالجولة الثانية لتصبح اول امرأة تتولى رئاسة الدولة وبحسب النتائج الاولية حصلت نتاشا على اكثر من 53% من الاصوات في جولة الاعادة في حين حصل منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق انجيلو جار على ما يزيد على 46% من الاصوات مشاهدين ختم موجز لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال كيو ار كود اظهر على الشاشة شكرا جزيلا على طيب المتابعة